عندك إسحاب لكم باللي الدنيا ممكن تاخذوها بالدراع وأن أي واحد قدامنا ما عندوش شخصية ما عندنا ما نديرو به ممكن هذا الضعيف يكون عند الله حصن منا وقال اللي نقدر نقوله لكم أن اللي غادي تشوفوه اليوم غادي تشوفوه قداش أنا كنت أكبر ظالمة وما كان حتى واحد كيقدر عليا ولكن في الأخير تغيرت ووليت إنسان أخرى وهالتغيير جا من لي جرى لي وقبل ما نعود لكم حكايتي كنت منى من لي باقي ما اشتركش معنا يشترك بالقناة ويفعل الجرس أنا اسميتي فتيحة قزارة بنت قزار وعندي واحد لسان أعوده بالله ليش ديته بحالي إلى التلوات عليه الفعة كنت مشهورة وسط الناس بطول لساني وكان كل شي كيتجنبني باش ما يتقاداش مني كان كل شي كيخاف من لساني ومن طول تيدية وكنت أنا القزارة الوحيدة في السوق وسط القزارين الرجالة وهذا كله قبل ما نشوف مصطافا مصطافا والد الحاج محمد صاحب الواليد وهو كان قزار في مارشي آخر ماشي نفس المارشي اللي حنا فيه وكان زوين كيف ما كيقول أخوتنا المصريين كان يقول للأمر قوم وأنا قعد مكانك جا واحد النهار عند الواليد واختف ليه عقلي وهو قالس كيتكلم مع الواليد وانا كنقول منين جا هاد الزين كامل واش كينين الرجال في هاد الزين الموش كيل مشاه وده عقلي وقلبي معاه وانا نمشي عند الواليد وكنت داصرة عليه وانا نقول ليه والحاج وفين كنتي مخبيع ليه هاد الزين كامل را المتالتي يقول خطب البنتك وما تخطبش الولدك وهو يجاوبني وهو يقول لي اول مرة فاتي حت حطي عينك على شي حد وإلا طلع من نصيبك ما تقولي هالحد را غير هو وثلاثات البنات عندهم مو ببا وعاد را هو ولي هاز الخدمة ديال ببا واليوم جا عندي باش ندخل معاهم في مشروع وكيف ما كتعرفي أنا ما كان بغي نشارك حتى شي واحد ولكن راني قلت ليه نفكر ونرد عليك المهم من لي مشينا للدار في الليل قلست كنزلزل على بابا باش يوافق يدخل معاهم في المشروع وعيدت على ماما لحقاش بابا كي يسمع ليها وقلت ليها شوفي بابا جاته فرصة دهبية باش يتشارك مع الحاج محمد وولده وهو ما باغيش وهي تقول ليه ماما عندك تشارك مع شي حد باقي عاقل على الخسارة اللي خسارتيها من اللي تشاركتي مع الحاج ساعد وانا نقول ليها صافي صافي ما بقيتش باغية منك حتى شي مساعدة ولا ناصيحة قاع واش لعشو جد وقلست انا كان قنع في الواليد وقلت ليه انتا ما تدخلش خليني مني ليهم وانا اللي غندخل معاهم بفلوسي وهو يقول ليها على بركتي الله غندخلك معاهم ولكن باسميتي باش يوافقه لحقاش ما غايقبلوش يشاركو بنت ولكن الاخسرت يتحملي مسؤوليتك قلت ليه ان شاء الله وعاد رانا بنتك بابا ما تخافش عليها وعاد الف واحد يتمنى تكون بنتك مراتو وهو يقول ليها كوني تقيلة لحقاش الرجال اللي بحال مصطافا خاش شمراء اللي تنسيه اسميتو هو في السوق اللي بنات دايرين به النهار كامل وانتي خاشك تكوني مختلفة عليهم واهم حاجة ما تحتميش ليه وحيديها ديك الدحكة الصفرة اللي كديريها في المشفتيه إلا بغيتيه خاشك تكوني تقيلة ودازت سيمانا وكنت في الحانوت بوحدي وهو يجي الزين وهو يقول لي يا كده يا رختي وانا نقول ليه فاتيحة وهو يقلس فق الكرسي اللي قدام الحانوت وانا نسوله اش تشرب باش ما تمشيش تقول علي يا راني سقرامة وهو يبدأ يضحك اه يا ربي على ضحيك اوف يالا عطيف جا الواليد واش هدا وقتك الواليد ما عرفتيش تتعطل وحد شوية سلم عليه وثوله على المشروع في نوصل وانا نقاطع الواليد وقلت ليه رأنا اللي غنخدم معاكم في بلاسة الواليد حيث بابا ما عندوش الوقت وانت عارف يالله يقدر يقابل الحوانة دياله وهو يقول لي يا مصطفى ماشي مشكيل مرحبا انتي وباباك بحال بحال وانا نقول ليه على بركتي الله وانا نعطيه لعربون وحددنا اليوم اللي غنتكلموا فيه على الخدمة والكلام اللي قلتو كله اكد عليه بابا باش يتأكدوا باللي رأى بابا اللي داخل معاهم في المشروع ماشي انا ومنلي مشا مصطفى قال لي يا الواليد والله وكون ولد ولد ما عمرو غا يدير هادشي اللي كديري فيه وانا نقول ليه هذا الجدعو من تلك الشجرة وقال لي يا ما نوصيكش تقليو ما تكونيش خفيفة وبدينا كان نفدو في المشروع واول مرة يشوفني مصطفى بحويش غير حويش الخدمة بقى غير حال فمه وقال لي يا مستحيل تكون انتي هيها هاديك البنت اللي كتكون في الحانوت خازنا جاه هاد الزين علينا وولينا كان نخرجو مع بعضياتنا بزاف حتى وولينا كان بغيه بعضياتنا وبغيت نقول ليكم باللي عشت معاه احلى ايام حياتي دازو شهرين وحنا خدامين مع بعضياتنا الصبح كان كنكونو في الخدمة ومن بعد الخدمة كان خرجو واحد نهار كنت في بيتي قالسة كنفكر فيه احتجى عندي بابا وقال لي يا عندك تكوني وليتي كتبغيه وهو ما حاش بيك وانا نجاوبه راني تربيتك زعماه بابا ما تخافش عليا وهو يقول لي علي يجا عندي خطبك مني وراني قلت لي خليني نفكر ونسول البنت ما صدقتش اش كي يقول بابا قلت لي بالصحة بابا عندك تكون تضحك عليا وقال لي يا بابا إلي جا عندك الحانوت وسولك على رأيك تقلي وقولي ليه نفكر ودازت سيمانا وجا عندي مصطفى الحانوت وقال لي يا واش تبغيت زوجي بيا را قلت هالبابا كتر من عشر ايام هادي وباقي ما ردش عليا وانا نقول لي هادا راه الزواج وبابا راه عارف مصلاحتي ومن بعد سيمانا عيت بابا لبابا وقال ليه مرحبا بكم را البنت موافقة وجا هو وبابا وماما وخواتاتو ومن بعد درنا العرز وجيت عندهم لدارهم اللي كانوا ساكنين فيها هو وباهمو واحتى خواتاتو البنات اللي مزوجات معاهم في نفس الدار كل واحد شاد طبقة المهم من نهار جيت عندهم ما حسيتش براحة وبدأت المشاكيل وولا كيقول لي يا ما تهضريش بزاف التليفون ونزلي قلسي مع ماما وخواتاتي والفوق ما تطلعي ليه حتى تبغيت نعسي المهم ما بغيتش نرد عليه ما كنتش بغي نوريهم وجهي الحقيقي وبقيت كان قول لي هو أخا اللي بغيتيه غايكون قلت في نفسي نسمع كلامه هو في اللول والاخير راجلي وخصوصا أنه كان كيتعامل معايا فوق من مزيان وكان كيقول لي يا كلام زوين المهم أول مرة غدا نزل عند عقوزتي كانت قيلسة فوق سداري حتى نعضت جابت شطابة وبدأت كتشطب وكتسنا فييه باش نقول ليها أعطيني أنا نشطب كانت بغيت تركب عليها من النهار اللول ولكن مايلعبوش معايا وهما كانوا متافقات عليها شوية وهي تجيب انتها وهي تقول ليها أش كتدير يا ماما وجه راجلي من اللي سمع صوت خطوك تقول لي كي جاتك تخلي ماما تشطب وهي مريضة وبدأت مهم كتقول آحا ظهري وكتقول ما قدرتش تقول لي يا أرين شطب وراجلي تعصب وقال لي واش انتي ما كتفهميش واش ما كتحسيش كي جاتك انتي قال سو مخليها هي اللي كتشطب وهو ما يهجموا عليا كل وحدة بكلمة ما حسيت براسح تتحولت ليهم فاتحة الحقيقية وانا نقول لي واش انتها جايبني باش نكون خدامة لامك وخوتاتك وكل وحدة فيهم تتأمر كيف بغات هدي دارهم يشقاوها ولا يخليوها لا سيدي فيق ركا تحلم الان سيتين فكرك انا رفتيحة القزارة بنت القزار ومشيت طلعت البيتي وخليتهم مصدومين وهو مشا كيشكي البابا مني وجا عندنا بابا وقال العقوز دي عندك الصح بنتي غلطات من اللي غوتات عليكم ولكن ولكن بنتي مرسلتهاش خدامة عندكم ومن ثم ما بقى حتى واحد يقدر يهدر معايا ودازش حال من شهر وواحد نهار كنت قلسة معاهم وهي تقول لي يا عقوز دي انا بغية نشوف ولادكم قبل ما نموت وقالت لي غدا نمشيه للطبيب ومشينا لعند الطبيب وقال لي بيلي را ما نقدرش نولد من ليه سمعت هاد الكلام حسيت بحالة دخل فيي جنوية في صدري قلت لي انا مستعدة لأي عملية كيف ما كانت واخد تكون غالية قال لي يا للأساف ما تقدريش تولدي ورجعت للدار مصدومة والدنيا كحالت بين عينية وكنت متأكدة باللي مصطفى غيبغي تزوج باش يولد وفعلا بعد شهرين بالضبط قالت لي يا حماتي باللي را هلقات عروسة لراجلي لحقاش هي بغى تشوف ولاد ولدها وقالت لي يا إلا كنتي كتبغيه خسكت مني لي هالخير وما قدرتش نقول ليها حتى شي حاجة من غير أنه يدير اللي بغى وباللي شرع محل الليه ربعة وفعلا مصطفى تزوج وشرطت عليه ما يديرش العرس وواحد النهار كنت دايزة من حدا البيت ديال حقوزتي وسمعتها هيو بنتها كيتكلمو وفهمت باللي كانو كيحطو ليا الكينة ديال منع الحمل في آتاي وباللي داوني للطبيب بعد ما تتافقوا معاه وانا نرجع نجري للبيت ديالي قبل ما يشوفوني وهو ما داروا هكا بشين تاقموا مني لحقاش ما قدروش عليا وانا شعلت فيي العافية وقلت والله يحتنوا وريكم لبزت حويجي ونزلت عندهم وقلت لي هوم راني غاني مشي نشوف بابا وما راني توحشتهم خرجتهم مشيت عند أحسن دكتورة في المدينة ديالنا وعودت ليها كل شي وطلبت منها تعطيني شي دوي خليني نحمل بالزربة وفعلا طبيب أعطتني واحد الكينة وتبعتها وما بقيتش كنشرب من يديهم حتى شي حاجة وديما كان بدي الكاسيب كاس دارتي وكنت كان سمحك تقول دارتي قاع هاد الوقت كله بقى ما بغيتيش تفرحينه وانا في خاطري كان قول لي ها غدا نوريك بغيتي تقهريني انا غدا نوريك القهرة كديرا وخضرتي ما عندها حتى شي دنب ولكن ما بغيتهاش تولد قبل مني ولكن تي عقوزتي تستاهلي الشر اللي في الدنيا كلها ودازو ستشهور وانمت بعد دوة حسيت بالدوخة ومشيت عند الطبيبة وقالت لي يا بي اللي رانيه حاملة فرحت بالزافر ورجعت هاد النهار معطلة وكانوا كلهم جالسين في الصالة وهو يسولني مصطافا فين كنتي قلت لي كنت عند الطبيبة قال لي يا مالكي واش مريضة قلت لي هلا ولكن قول لي يا مبروك انا راني حاملة وهي تقول لي يا خطراجلي كيفاش حاملة وانا نقول لي هم ارادة الله قلت لي عناش مستغربة كنتوا قتضنوا بانا ربي ما غاديش يفضحكم وهو يسولني شيخي وراجلي اشنو جاري فهمونا بعدا وعودت لي هم باللي كانوا كي يحطوا لي الكينة في آتاي باش ما نولدش وباش تزوج مصطافا وباش تدلني وتقهرني والحمد لله ارادة الله فق كل شي وده بقى أنا حاملة ونادت روينا في الدار وكان شيخي بغي يطلق عقوزي ولكن قلت لي انا سمحت لها والمسامح كريم وداب كل وحدة منا في دار اما دارتي اختارت الطلق قالت الراجلي يا انا يا هي وهو اختارني انا وطلقها هي وهذه هي قصتي وكما لدينا فيديو ما تنساش تتفرر على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرا بالقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لكل جددنا اشتركوا في القناة